مرحبا وأهلا فيكن بحلقة جديدة نحكي فيها تربية نحكي تربية ونستفيد لأن البعض بيعتبر أنه ما في تحديات كله مكشوف بعالم التربية والبعض بيعتبر أنه لا التحديات كثيرة بس نحن لها شو هو واقع التربية اليوم؟ شو واقع الوزارة ووزارة التربية؟ شو هي الخطط لمواجهة العصر التطورات يلي عم بتصير من حولنا؟ وبالتالي نشبكة مع الوضع يلي نحن عايشين فيه لناحية الجائحة اللي مرأت على الكرة الأرضية ككل الجائحة الصحية لناحية الوضع الاقتصادي وغيره من التحديات بيسعدنا اليوم نحكي تربية مع المدير العام لوزارة التربية بالإنابة ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر مرحبا وأهلا فيك مرحبا فيك شكرا بدي بلش الحلقة لك سلامة قلبك ألف مرة سلام عمرك مرسي لأنه عرفنا أنك عمل عملية بالكتف الحمد لله بسبب حادث تعربت له بس إن شاء الله كل شي ميا كل شي تمام الحمد لله إن شاء الله يا رب شكرا الفيزيو ترابي ما لازم تهملها التربية البدنية فيما بعد بدك التربية تخلينا نعمل فيزيو ترابي لا بدنا ما بدنا ياك عايزينك اليوم عم بتضحك لأنه بالمقدمة حكيت عن تحديات وقبل الهواء قلت أنا هلا بدي أفضح الأسرار لكل اللي عم بيتابعونا بكل سئة قلت اللي ما في تحديات كله مكشوف شو الواقع التربة واليوم حكيت وقلت ما في تحديات كله مكشوف لأنه الواقع اللي عم نمر في ما فينا نطلع لعبكرة ما فينا نخطط لعبكرة صرنا كل يوم بيوم عم نشوف كيف نروح لأنه الحكمنا هو شي واحد اسمه وضع اقتصادي حكم البلد وعم بفشكل كل شي يعني منخطط على دولار 30 ألف منوع دولار 40 ألف منوع دولار 50 ألف يمكن عم بفشكل كل شي مش شغلتنا نشتغل اقتصاد شغلتنا نشتغل تربية شغلتنا نخطط شغلتنا نشوف مستقبل ولادنا وكيف وشو فيه تحديات كتير ويمكن ودايما بقللون ياها للجهات المنحة اللي بيجوا لهون بقللون أحسن مختبر ممكن تختبروا فيه أي تجربة تربوية بالعالم هو لبنان لأنه هلقادي مختبر مفتوح وفيه كل شي إن كان بالخاص وإن كان بالرسمة من هيك من بلا فيه تحديات كبيرة بس يمكن نحن تعودنا من من 75 لليوم كل مرة نأكل كف ونرجع ونوقف نأكل كف ونرجع ونوقف ما من عدة تحديات من عدة أزمة وبتقطع إن شاء الله هيك اليوم حضرت المدير العام إذا بدنا نحكي شوي عن واقع التعليم الخاص والواقع التعليم الرسمي دايماً منحكي عن يعني مجال بينهما هوات بينهما واللي صار واللي حصل على جميع الأصعي دي زاد الوضع سوء شو هو الواقع اليوم وشو هي الخطة للمتابعة إلى الأمام إذا ما نرسم المشهد يلي هو عكس كل بلدان العالم المشهد التربوي في لبنان يلي هو 70% منه قطاع خاص و30% منه قطاع عام يلي هو عكس كل البلدان دايماً العكس هو الصحيح يمكن بتبين هاي الهوة ومنقول فيه هوة كبيرة بين الخاص والرسمي لأنه في 800 ألف طالب بالخاص في 300 ألف طالب بالرسمي بتبين فيه هوة لأن يمكن الخاص بيحقق نجاحات أسرع يمكن الخاص حر التحرك أسرع البلوقراطية ما بتحكمه السياسي لا تتدخل به الرسمي غير هيك بس مع الوقت بيّنت كمان أنه متل ما فيه بالخاص مدارس جايدي فيه بالرسمي مدارس جايدي وسنويات جايدي طبعاً ونتائج الامتحانات الرسمية مدارس منع المستوى المطلوب فيه بالرسمي منع مدارس عم تجرب تكون على المستوى المطلوب وبالتالي شو عم يتقدم لهالرسمي عم يجرب يكون وعم يجرب يتكيف فيه ممكن الرسمي بيتأثر أكتر من الخاص بالظروف اللي بتحيط فيه وأولى الظروف السياسية أكتر من الخاص هذا الخاص يلي عرف فترته الزهبية بخلال الأزمة والحرب يلي قدر استعاد وأخذ دور كبير محل القطاع الرسمي فيه تحديات فيه هوة كبيرة يمكن آخر امتحانات رسمية مع أنه أنا ما بعتبره معيار أساسي يكون عم نقيم فيه القطاعين الخاص والرسمي وما بحب كون بإطار منافسة بين الخاص والرسمي بيّنت كمان فيه كتير مطارح سنويات رسمية أبدعت وفيه مدارسة رسمية بالتاسع بصف البروفي أبدعت كمان بطلابه عندي شغلة أنا بعد خبرتي بقطاع التربية اللي راح تصير بحتوى تلاتين سنة وبعتذر من المدارس ما فيه مدرسة بتصنع ولد فيه ولد بيصنع مدرسة يعني بيجيب شطارته معه فينا نقول بيجيب شطارته معه أدايا هالمدرسة بتقدر تأمن له الظروف والأسادز والمحيط اللي تطلع الموجود فيه بتكون نجحت استاذ بالتلات سنين اللي مرأوا كان فيه تحديات كتير كبيرة لقطاع التعليم والتربية بالعالم كله وكيف حال بلد أصلا منهك بمصائبه كيف بتقيم هالتلات سنين وهل قدرت الوزارة بوقت سريع تقدر تعمل نهضة بالموجود بالمكونات الموجودة بحينها بالواقع اللي صابنا ما صاب حدا بالعالم نحنا وعم بحكي تربية مش عم بحكي شي تاني تربية واجه الوضع الاقتصادي اللي دمر كل شي نحنا عطعنا بأخطاء كبيرة الوزارة تربية وانا من الأشخاص كنت ضد قفل مدارس بجائحة كورونا اسوأ تنب الأوروبية الأوروبية ما سكروا الأمريكيين ما بدي أوروبا الدول محيطة فينا ما سكرت النهار صح ولما كنا نقل لهم الضرر التربوي سيكون أكبر من الضرر الصحي هلأ بيّنت ظروف وبيّنت نتاجه ضرر تربوي ضرر نفسي ضرر أخلاقي ضرر تعاطي من كان بالأستاذ ومن كان بالمتعلم سلوكي سلوكي شي مخيف عم بيقولوا الأسادزة الفيدباكس من أسادزة المدارس والجامعة يعني بيقولوا أنه عم نشوف هالتلاميذ عم تتصرف مثل كنا قاعدة ببيتها ما عم ينتبهوا أنه هني بصفوا في أستاذ وقف قدامهم عملوا دراسة في أمريكا على الكيجيات الصوف الصغيرة حضانة يعني ثلاثة سنين لخمس سنين سألوا المعلمات شو بتطلبوا أن الأهل يكون التلميذ معلم بسيجي الجواب كان مفاجئ لثلاثمائة معلمة تهزيل لا يعرفي فك بونطالونو أو يعرفي حصل بونطالونو يعني البيزيك الأشياء الأساسية بحياته ما تعلمها بالبيت ما بدون يا لا يعرفي حكي إنجليزي ولا يعرفي عد وهيدي الفقد نها بعد يعني تتفضلي وتقولي أنه المعلم ما بدوا إلا ما يفكر حلو فيش احترام بقى في منظومة دمرت منظومة قيام تكسرت ما في كبير بقى عنده هيدا الولد صح الشاشة فصلته عن مجتمعه صار كائن منعزل عن حالو يمكن عيشونا التوحد يلي بعيشوا مريض التوحد منذ ما نعرفه بدون ما ننتبه منذ ما ننتبه له الدرر كان كبير سنتين إقفال مدارس كان خطأ كبير جربنا نعود سنة وما نسكر المدارس بالرغم من التحديات يلي كانت والتحديات اقتصادية وكلنا واكبنا الخاص تقلع بالتعليم الرسمي وقف بإضرابات لقدر إيجا معايا الوزير وأمن الحوافز اللازمة وطبعا مش همنقش الأسباب أو النتائج أو حقهم أو مش حقهم ترجع تقلعت العام دراسي لأنه بعد سنة وحدة كانت بدون ما نبلش العام دراسي كان قضع التربية بشكل عام بلبنان وسنة وحدة بعد بدون اندحانات رسمية بالرغم من كل الملاحظات يلي في كتير ناس اللون ملاحظات عليها كنا بيوايل كبير أنا دايما منحازة للأستاذ يعني لو حضرتك ذكرت أنه عن حق أو عن غير حق دايما إذا الأستاذ منه مرتاح ما رح يقدر يبدع ويخلي محيط التلميذ يكون بخير هيدا التحديات اختبرناها ومتل ما حضرتك قلت التسكير والإغفال والإلغاء الامتحانات ما بيسوى أبدا يعني شو ما كانت الظروف بيّن يعني النتيجة خلتنا نتأكد وقتا عملت قييم للوضع تبيّن أنه لأ ما كانت بتسوى اليوم شو الخطوات الممكن تتبعها وزارة التربية مع المركز التربوي ومع العاملين بالقطاع التربوي في لبنان لحتى نطلع شوي شوي من هيدا الوضع ونرد الهدوء النسبي أو الوضع الطبيعي شوي بالتعليم بالمدارس وغيرها أول شيء المشبعين ما فيه يشبع غيره أنا أستاذ ماني مرتاح نفسيتي ابني مشبعين أو ابني ما فيه علمه لو كنت نص إليه مش عقدر كون هالأستاذ اللي عم بعطي رسالتي بالصف متل ما هو لازم وبالتالي قال الأستاذ لازم يتوفر له كل الظروف يلي بتخليه يقدر يعطي من حاله لأن مهنة التعليم ما بتشبه أي مهنة تانية لأنه مرتبت بنفسية الإنسان ومرطوع عم بيعطي من جوه متل ما الطبيب إذا ما كان مرتاح وعنده عملية جراحية ممكن العملية ما تنجح لأنه هو نفسيا مش مرتاح وزارة تربية قلتي وحضرتك والمركز التربوي يمكن الحمل كبير عوزارة تربية بهالفترة وكل الوزر محطوط عوزارة تربية لحاله ومتروك عب الساحة لحاله مع أنه مش مسؤولي عن هاللي وصل له الوضع كله سوا منا مسؤولي عن معيشة يلي صار مئة دولار أو مئة وخمسين دولار وما بقى يشترو شيء ولا مسؤولي عن معيشة الأستاذ يلي صار ثمانين دولار وما بقى يوصله على على صفه على مدرسته طيق دورياتي الوزير ونحن عم نعمل جهدين تنأمن حوافز جديدة هلأ بستة أيلول أطلق العام الدراسي العودة إلى التعلم معي الوزير وقلنا التعلم لأن كان في الجامعة اللبنانية وكان في التعليم المهني وكان في التعليم الأكاديمي الرسمي بهذه البرشة أطلق وأطلق التحديات اللي بدأت وجهها والتحدي الأول والأساسي هو تأمين الحوافز للأستاذ لنقدر نرده عصفه بالحد الأدنى نرجع بقول بالحد الأدنى إطلاقها شغلة ممتازة بس الاستمرارية هي والتحدي الحقيقي هل بتشعر أنه وفيه استمرارية يعني حضرتك لقلته كتير مظبوط وببساطة حتى يتصبعك على الجرح أنه بتعطيل غير مرغوب فيه هل هل استمرارية مضمونة ما في شي مضمون بهذا البلد هل أود أن أقول لي بس إلى حد ما يعني هل الاجراءات أو الاحتياطات اللازمة اتخذت لحتى الأساتذي ما يقضربوا ما يتغيبوا يعني مش أنه نخلص من جائحة صحي نروح على جائحة الإضربات المحقة للأساتذي ولكن غير العادلة والمحقة للتلميذ بدأي لك شغلي سنة الماضية الأساتذي كل الاحترام والتقدير لقلهم بالرغم من واجعهم وشبهتهم لحدا عم بيلبس قميس حمراء ويفوت يعلم تم يبين أنه مجروحه عم بينزوف بس فيتعلم كل استاذ ترفع له القبعة عن جد بس وصلنا عماطرح خلاص وحق ومعه حق بس كمان عنا شي خطير جدا هنة أولادنا أولادنا والأخطر من هاك نصير تعليم طبقي يعني أنا إذا ما قدرت رجعت بالمدس الرسمية وفتحتها وأمنت لحد الأدنى للاستاذتا يرجع صار المعه مصاري بس فيعلم ابنه وعم نرجع لوقت جدي وجدك فلان عم بيتعلم بكفه لا ما بدنا هاشي عيد الشر يعني مرأنا بكل مرأنا في لما تقل لحنا غنونها الكلمة طعنا بتحديات كبيرة كتير وكنا عم نقوم بس وصلنا على خطر حدا بيقلك اللبناني بيبيع الفوقه لتحته وطيع علم ابنه المشكلة لا خلوا فوقنا ولا خلوا تحتنا لحطا نتعلم تنبيعه تنعلم أولادنا بس بنا نعلم أولادنا المشكلة اليوم كمانا بما أنه حضرتك هون وحضرتك مدير عام اليوم للوزارة قصة الجامعة اللبنانية يعني تحية لأساتيستا بس بنفس الوقت في طلاب ناطرة بعدها إفادات شهادات فحوصات تنعمل لحتى تروح تدرس بره فحص نهائي فحص نهائي فحص سنة الماضية ما خلص هايدي مشكلة هايدي مشكلة كتير أساسية في ناس يعني في تلميذ أنا بعرفها قبل تتضحي بهيدي السنة وتفل لبرة تعيدها برة لأنه مع طورن هالفحص لحتى يعملوا تقييم للي هني أخدوه مشان هيك نحنا أصرينا بالوزارة نجرأ مدحانات السنوية العامة والتاسعة أساسية لأن كان صابوا مثل ما صاب طلاب الجامعات اليوم في كتير من التلميذ عم بيسافروا لبرة يكفف اختصاصاتهم من جراء الوضع يلي قائم بلبنان وفي فحوص دولية عم تنعمل لبنان عم بيكون مرات على المستوى وأكتر ببعض الجامعات الخاصة شو هو الوضع اليوم هل بعدنا مواصفات ومعايير التعليم عنا مطابقة للمعايير الدولية التي عم تستخدم هل تلميذنا عم ينجحوا عم يبرعوا بهالفحوص اللي عم يعملوها بكل أسف لا منهم اي منهم لا بكل أسف نحنا هون عم نحكي عن أي قطاع عم بيحكي بالتربية بشكل عام فقدنا مرتبطنا التربوية أو قيمتنا التربوية بلدين العالم فقدنا القدرة التنافسية بقطاع التربية نسبة لغير برامج وغير دول سبقتنا كثير من فترة شوية منش أربع سنين يمكن كنت بالأردن زعلت أنه قامت دباي تحكي عن هالتعليم الخاص يلي عمر عشرين سنة تعليم خاص ونحنا لعمرنا ثلاثمائة سنة تعليم خاص كنا مش عم نحكي حق على النظمين مش عارفين يحطوك هلا دايما منحط الحق على غيرنا نحنا ولا مرة منحط الحق على حالنا يعني من بين لنقدر نوصل على مطرح النفس التعليم التقليدي والصف التقليدي والمعلم التقليدي ما بقى ينفسوا بالعالم نحنا مانا نطلع أولادنا سبقونا ما بقى هذه أكيدة ما بقى بدنا نفهم هالشي الأستاذ عم بفوت على الصف الولد عنده المعلومة بجهاز هالقدة بده يعرف يشده بطريقة تانية أو يوسع له هالمعلومة أو يصحح له أو يرغبوا فيها بقى فيه ترائق تعليم جديدة بده تفوت فيه يمكن نبطل قاعدين بهالصف يلي طولته عمره خمسين سني صار وقاعد عليها جدي وأنا جيت قاعد عليها هلأ وابني بده يقعد عليها بعدين ننقل صف لصف الأستاذ ينطرنا مش نحنا ننطر الأستاذ نحرك الولد نشوف هو شو بده الولد كنا من فترة بالمركز التربية والبحوث جيبوا تلميذ وسألوهم انتو شو بدكم من المناهج شو بتطمحوا بالمناهج نحنا بغير مطرح صدنا صار في سكيلز صار في مهارات مهارات عند الطالب نحتجوا هاي بنا ننبش علي العالم بطل حفظ ما بدي ما تخبريني عن نابوليون ومعركة واترلو ما بقى تعملي شي بفتح جوجل بتكي بخبرك كل شي بس شوفي مهاراتي أنا شوفي شخصيتي أنا بنا نشتغل على شخصيتي الولد بنا نشتغل على مهارات الولد بنا نطلع من خبرية هيدا ما بيسبب المات يعني ما رح يطلع منو شي أو هيدا ما انو شاطر بالشيمي ما رح يطلع منو شي بس هيدا شاطر بالفن وهيدا شاطر بالمسر تب هيدا الأمور لحظتها المناهج وقتها تغيرت بالـ 97 الفنون الرياضة البدنية وغيرها ولكن رجعت توقف العمل فيها لأنه ما في قساة زي دور المعلمين مانا يمكن جاهزة ما في عدد قدم من قبل أنا بتذكر نحن وصغار كان كتير بريفيلاجي يعني امتياز انك تكون استاذ بدور المعلمين اليوم العالم عم تهرب من هالقطاع الرسمي لقطاع خاص بيأمل لدولار الفراش مثل هاي المصطلحات اللي صرنا من أولى هيدا شي كتير خطر وبيحملك على كتافك وفي واحد منهم هلأ عنده مشكلة عم بيحملوك كتير يعني كيف بدنا نعمل لنشتغل على مهارات المتعلم أكتر منه على كمية الحفظ يلي عم بيتوجه لإله بـ 97 أطلقوا الشعار بالتربية نبنيه طعم طبعا هلأ عم نطلق شعار نحكي تربية نبنيه ونكفي مش بلشنا هونيك ووقفنا المشكلة بالمنهج لم يطبق صح وقسيء استعماله هيدا مثل معظم قوانيننا صح المشكل لما إجوا بفلسفة المنهج قالوا الولد هو المحور قبل عدوري ودورك كان الأستاذ المحور ونحن ندور حوله لأنه هو اللي يعطينا المعلومة نعم اللي قطعه بالتالي عم تقولي المنهج ما وصل الفنون وهالأخبار طيب أنا بركض ضب شنتي وبحجز uhseo وطائل صفية. اضطرينا نوقفها نعلقها. راحت على الخاص صارت. ميز الطالب الخاص عن الرسمي بهالإطار وكان مش منصف. بس ليش ما مشيت بالتي هي أحسن. إذا ما عندي مسرح الملعب مسرحي. الطبيعة مسرحي. ما هو إذا عندك ملعب. إذا عندك مسرح ما عندك استيز. وإذا عندك استيز ما عندك تجيزات. يعني بلشنا بشي مش محضرين له. عدينا عدة. رحنا على الحرب ما معنى عدة. طيب واليوم كيف بدك كنت صحفة هيدا الوضع. مشين هكي المناهج هلأ. نعم. عم تتعلم. وعم تشوف المنهج القطع. المنهج القطع ما فشل. المنهج القطع ما تطبق. أو ما كان عنده الأرضية الصالحة لتطبيقه أو لتاخده على التطبيق الصحيح. تغير العصر. من سنة عن سنة عم تتغير التربية. عم تنقل نقلات سريعة جدا. بدنا نلحقها. بدو يتحرر المنهج. المنهج بدو يكون سريع وبيتكيف. نحن رايحين على الزكاء الاصطناعي. انشأنا أو قباينا بكل شي. الكودينج والبروغرامينج وهو كلهم لازم يبلشوا يفوتوا بمناهجنا هلأ. في مدارس خاصة كتير بلش يتفوتوا. من دون ما تنطر المناهج. هيدا بالرسمة مش موجود. مشين هيك المناهج الجديدي حاجة ملحة. لنقدر نواكب والنافس ونبارز البلدان يلي كنا سباقين قدامها. يعني نرجع على مطرحنا الطبيعي. يلي هو الجودي بالتعليم يلي كان لبنان يقدمه. كل عمرنا مصدر للتعليم. طيب اليوم شو المطلوب من هالمناهج. كيف هيدا الكلام اللي عم نقوله. عمليا لازم ينعمل شو استراتيجي او الخطة اللي بده ينمشى عليها لنوصل لتطبيق فعال لهيد الطلبات. قبل ما نحكي بالمنهج ما نحكي كيف ننهد القطاع يدل صامد ودل فاتح. ان كان بالرسمة ان كان بالخاص. بلشت الحلقة بالسؤال نحنا قدام ايا واقع. نحنا القطاع الخاص كان بجنن. الفان واتساطعش بلشت مرحلة الهبوط الحر. الشوت ليبر. السقوط الحر. نحنا وصلنا لمطرح حلق بالخاص. عم بنقت للابو بناءا للي بيدفع وما بيدفع. اي واحد. اتنين المعلم. حضرتك قلت المعلم بالمنهج بالرسمة عم بيترك ويفل. بس بالخاص كمان. اي طبعا اذا ما زبطوا المعاشر. الهجرة اللي راحت. الهجرة الداخلية بين مدرسة خاصة ومدرسة خاصة. او بين مدرسة رسمية ومدرسة خاصة. اخدت نخب. وتركت مدرس بلا هالنخب. ومش عم نقلل من قيمة الموجودين. نعم. بس دايما في ناس متميزة على ناس بخبرتها. مش بسقفتها. وواحد براكم خبرات مع الوقت. بقى اخدوا هالناس لمراكبة خبرات. وتركوا الاقل خبرة. هيدا تحدي كبير موجودين. في ناس تركت وفلت سيفرت. بس الاخطر من هيدا وكلو. انه في ناس ما بقى بيبدا تتعلم. وما بقى مهنة التعليم. هي مهنة كريمة. بتوفر عايش كريم لأولادة. ولا عائلتي. او بتخليني تحميني من بكر. الا از اتوفقتش مدرسة خاصة. ما بارش بتعطيني اشيه حوافز واشيه تقديمات. تخليني اصبت بهالشيه. يمكن في شي واحد بعد بيخلي القطاع الخاص صامد اكتر من غيره. يلي صار قطاع التعليم بيضم 80 بالمية سيدات عم بيعلمه. هي قصة ولادها. لانه بالخاص قصة المعلمة ازا كانت ملاك. مية بالمية لازم يكون مدفوع من المدرسة. ربا ضرت النافع لانه كانوا قبل يتجنب وياخدوا سيدات لانه بيقولوا بكرة بدا تتزوج واسناء الحمل بدا تاخد فرصة. فكان يصير فيه تمييز جندري. ع اساس انه السيدة بكرة بدا تترك وتروح تقعد بالبيت. هاي عند الرهبات بتصير اكتر شب. وان ما كان. ربا ضرت النافع هلأ يعني يمكن الوضع كئيب بس انه جايدة للنساء طلعت. هيدا هيدا النقطة. لانشوفها بيجابية. حتى بمطرح. بمطرح هي ايجابية دايما ومش تمييز جندري. دايما السيدة نفسها اطول بالتعليم. وبتتعاطى كأم اكتر من الرجل شوي. بشكرك كتير فيك ترجعت عيدا ما اسمعت الميكرو قطة. بيقى الساوي. لا اكلنا قطعنا عند عند سيدات معلمات تأثروا فينا. وبعدهم ذكرهم طيب. والله متطول بعمرهم. هيدا مش عم نقلب من احترام الاستاذ يلي كمان بيعطي. بس دايما طبع الرجل شوي ايسي او شوي. مختلف. بيرهي بالتلميذ اكتر ما بيرهي بالتلميذ. مش كلهم بس بيكون هالشي. ماذا ينتظر المدير العام من المنهج المتطور؟ انا قلتلك انا بحلم بحلم نرجع نلعب دولنا الريادة. وحنرجع. من خلال؟ بس المشكل برجع بقلك المشكل نقدر نهد القطاع يوقف. هلأ بس نقطع. نحن بفترة يعني بنا من قاطعين بحياة او موت لهال القطاع. ان كان رسمي ان كان خاص. يعني لن تستقيم الامور اذا الخاص فتح لحاله والرسمي دالل مسكر. ما بتمشي الامور. اكيد. ولن تستقيم الامور اذا شقفة من الناس تعلمت بالخاص. والشقفة التانية مش قدرت تعلم بقى بمطرح. صح. بالتالي القطاع كله لازم نكون عايش. وان شاء الله كلنا سوا بتضافر جهودنا. اول شي نحن كوزارة نسعى. وعم نسعى. ومعايل الوزير اليوم. عنده كلمته اه بالامم المتحدة. على التحول بالتعليم. قمة التحول بالتعليم. واطلق الصرخة بارح كمان. باطار انه لن نقفل مدارسنا. سنبقي على مدرسنا مفتوحة. لو مهما كانت تحديات. انا مستعد اعلم بلاش اذا اضطر راينا. وفي كتار متى استاذ مستعدين نعلم ببلاش صدقا. كنا عم نحكي مجموعة من الامهات. للتعليم الرسمي. اذا حتاجت المدرسة الرسمية. نحنا من حملت شهادات. ما عنا يمكن الاعداد الطويل اللي بيخدوه المعلمين. بس عنا شوية خبرة. مستعدين نحطها بتصرف الوزارة. لك انا مانا اخيفان. لمين بتوجهني دا او شو بتقول فيه. شروق تحديات كبيرة وصعوبات كبيرة. نعم. نحنا كوزارة عنا خطة تانية. نتركها لوقتها. بس هلأ عم نشتغل مع جهات منحة. تنعلل حياة ويفز. ان كان تسعين دولار نطلع المئة وثلاثين دولار تكون فراش. مش تكون بالليرة اللبنانية. نجرب. بضع الصبح بعد الظهر ما الاقيمة. نجرب نجيب تقديمات تانية. نخلي هالاستاذ بس شوية. بس يوصل على المدرسة. لانه كنت عم بقول كمان الروابط لما عملت دراسة الاستاذ تا يقدر يعيش طبيعي بده 18 مليون ليرا. شو تمنطعش. النين. وكيف. ومع هيك عم بيجي. ومع هيك عم بيعطي. ومع هيك انا اكيد هنفتح مدرسة. هنتخبط ان شاء الله لأ. وان شاء الله الاشي هتكون احسن. بس عن جد فكرة انه الامهات او الاهل يلي حبين يتطوعوا للتعليم تتاخذ بعين الاعتبار. لانه قلتلك كنا مجموعة عم نحكي. نحنا مستعدين وبصدق. المدرسة الرسمية اللي بتحتاج في مجموعة كتير كبيرة. بنقدر نتواصل مع الوزارة مع المركز تربوي. ونشكل مجموعة لحتى لدعم المدرسة الرسمية. بعدنا ما وصلنا لحالة الطوارئ التربوية. لنطلقها او نحكي عنا. دخيلك قولها الكلمة. اللي من اول الحلقة او نطلقها. لنحكي عنا. بعدنا متأملين. لأ. انشاء الله. انشاء الله يا رب. كل السئة بالروابط التعليمي التعليم ان كان اساسي او ثانوي. كل السئة بالمعلمين ان كان اساسي او ثانوي. نحنا كإدارة عن مسعى جهدنا. ان كان من خلال المدرية العامة او ان كان من خلال معالي الوزير. المركز تربوي حط كل تقلو بالاعداد بدورات الاعداد والتدريب للمعلمين. تنقدر نواكب العصر. عم نقدر. هلأ عم ندرس كم نهار او كم ساعة او المحاور الاساسية تنقطع هاي الازمة. بعرف في كتير حينتقدونا انه شو عم تحكوا وكيف ولاش. بس نحنا بازمة. نحنا مش بجمهورية افلاطون تنكون. طبعا. عايشين الجنة والنعيم. فيه تحدي كبير. قطعنا مثله. بالستة وثمانين قطعنا بهايك. كان دولار ثلاث ليرات. صار ١١ ليرة وطلع وطار ووصل لت ٣٠. وقطعناها. ووصل معايش الاستاذة خمسين دولار بوقتها. وقطعناها. وان شاء الله بنقطع هايك. بس لما نخفف تجريح ببلدنا. لما نخفف تجريح بتربيتنا. صح. احدى الدول العربية طافت الدني فيها. وغرقت السيارات ونجرفت السيارات وراحت له. بس ما عرفنا. لان سكروا وعتموا. وما في مواطن صور فيلم وبعته لبره. نحنا شاطرين بصير حاج السيارة. ما بننزل نعينه للجريح. بننزل نصوره بس نعمل سكوب. شوفوا شو صورت. صح. بكفة تجريح. بحالنا. عم نجرح بحالنا مش هم نعرف. المدير العام لوزارة التربية بالإنابة. رئيس مصلحة التعليم الخاص استاذ عماد الأشعر. شكرا كتير لإلك. شكرا لك. شكرا للحمل يلي رح يعني ملقى على كاهلك مع الأساجزة مع المركز التربوي والعاملين مع وزير التربية والعاملين بالقطاع التربوي. معك حق كتير. بدنا نحكي التربية ونكتر لأنه كتير عنا اللي تمربة. ونحنا ما نحتاج إليه اليوم هو التربية. ما نحتاج إليه اليوم هو الأخلاق لأنه أزمة أخلاق ما صار مثله. إن شاء الله يا رب مع بعض منقدر نقوم نرجع نوقف على إجرينا من هالأزمة اللي حضرتك حكيت عنا. اليوم متل ما زكرت بسي الحلقة إنه إيه في مناهج جديدة. نعم في ناس عند القدرة وفي ناس شاطرة. لكن المطلوب نفتح نستمر التعليم الرسمي كما التعليم الخاص لنرجع بعدين نتطلع للمستقبل بالشكل اللي بنرضاه لتلاميذنا وطلابنا. بدي لك شغلك الكمبيوتر فيه علم. نعم. بس ما فيه ربي. ما زبوط مية بينهم. مشان هكي بدنا أستاذ ومعلمة موجودين وأهل. والأهل يرجعون استقلتهم. نعم. في كتير أهل قدموا استقلتهم. وطرقوا أولادهم للسلولار وللآيباد. وروح للمدس هن بيعلموك. مع العلم أنه هن بيعلموه بس ما بيربوه. المضاعف المضاعف اللي بنحتاج له. آه لنعلمونه اتنين لن ننفي اللي عم يكتسبوه بالمشكلة المدرسة صارت. بدأ تربي الأهل. وبدأ تعلم الأهل. وبدأ تربي الولد وتعلم الولد. ما فيه. وبعدين. شكرا كتير لك أستاذ عماد الأشقر. بدأ أشكر فريق عمل التلفزيون التربوي. وين نحن موجودين بستوديوهوتو عم نصور هالحلقات ونضوي عليها. بتمنى على جميع الأمهات والأباء والأهل اللي عم يحضرونا أزمة التربية. منا فقط أزمة كتاب وقلم ودفتر وورقة. هي أزمة أخلاق بالدرجة الأولى. وسلوكيات عم بيعانوا منا الأستاذي فوق معاناتهم المادية والاجتماعية وغيرها. نحن مع بعض منقدر نعمل الفرق. تعووا نعمر بالتربية وتعووا نحكي تربية لأنه هيدا أكتر شي نحن نحتاج لقلو هلأ. شكرا لقلكن وللمتابعة وين ما كنتوا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة